الله يقول لنبيه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة هذا في الدنيا لأن الله يخبر نبيه أنهم لما عصوا وتجبروا وتكبروا أهلكهم عن بكرة أبيهم فلم يعد لهم وجود في الدنيا فلن ترهم يتحركون أو تسمعهم يتكلمون كما قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية أي هل ترى لهم من نفس باقية على وجه الأرض فكيف حولها المتحدث وقال أن المقصود بها أنه لا يسمعهم في قبورهم لا أدري فالكلام ليس فيه أي نفي لسماع النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب القبر وسنفرض جدلا أن المقصود به أنه لا يسمعهم في قبورهم فهذا طبيعي فسمع الإنسان محدود والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع اللذان يعذبان في قبرهما إلا حينما مر عليهما واقترب منهما فكيف سيسمع هؤلاء الذين يبعدون عنه عشرات ومئات الكيلومترات فلو اقترب منهم كما اقترب من هذان القبران لسمعهم يعذبون أما قوله كيف يسأل هؤلاء الذين أكلتهم السباع أو الطير أو الأسماك يسأل هؤلاء بطريقة لا يعلمها إلا الله فهذا غيب لم يخبرنا الله عنه كيف سنعرفه وما نراه هذا هو ما يريده منكر السنة بالضبط يطعنون في السنة لتنحيتها حتى يخلوا لهم الجو فيفسر القرآن على هواهم وكما يريدون وسنجده الآن عندما عجز عن نفي عذاب القبر من القرآن لجأ للاستهزاء